في محاولة لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها القوات الروسية بدأت أوكرانيا استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة بوصفها جزءا من هجومها المضاد ضد موسكو اتصالات أمريكية لا تنقطع مع كييف من أجل متابعة مدى نجاح القوات الأوكرانية في استخدام هذه الذخائر وفاعليتها في ساحة المعركة إذ إن إطلاق الذخائر العنقودية بدأ في جنوب شرق أوكرانيا في محاولة لاستهداف تجمعات أكبر للقوات والمعدات الروسية بعدد أقل من طلقات الذخيرة في الثامن من يوليو أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل الذخائر العنقودية من طرازين مختلفين إلى كييف وجاء تسليمها إلى القوات الأوكرانية بعد نحو أسبوع من الموافقة التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الأمريكية وانتقدتها جماعات حقوق الإنسان والحلفاء الأوروبيون وبعض الديمقراطيين بسبب مخاطر هذه الذخائر من حيث إحداث إصابات في صفوف المدنيين مسؤول الإدارة الأمريكية دافعوا عن قرارهم الصعب بإرسال هذه الذخائر وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفان إنها ضرورية لأن الذخيرة تتنفد لدى أوكرانيا وأن روسيا استخدمت بالفعل هذا النوع من الذخائر عدة مرات في أوكرانيا غير أن الأوكرانيين تعهدوا كتابيا باستخدام الذخائر العنقودية فقط في الأماكن المناسبة لا في المناطق المأهولة بالسكان والمدنيين وفي وقت يرى فيه مراقبون أن الجيش الروسي أبلى بلاء حسنا في الاستعداد للهجوم الأوكراني المضاد من خلال عدة مخططات وتحصينات تشير تقييمات استخباراتية أمريكية حديثة إلى أن هجوم كييف المضاد مهما طال فلن يحقق على الأغلب سوى استعادة أراضي محدودة من القوات الروسية المحصنة